السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبير أعزاء مرحبا بكم مع ياما جديد فيديو جديد على قناتي وقناتكم قناة عالم سعاد أم يوسف اللهم صلي على الحبيب والسلام بغيت نبارك لكم العواشر واشركم بروكة بصحة والسلامة والرزق وطل العمر بكل ما كتمنى ويا ربي يا كريم لكم ونولداتكم بكل المتمنيات إن شاء الله بغيت نشارك معكم اليوم هاد بستيلة اللي كتجي جيد رائعة لكل كي عرفي وجد البستيلة بغيت نشاركه معكم بطريقتي الخاصة كتختلف الطرق من واحد لواحد مهم غادي نشارك معكم بالطريقة ديالي نتمنى الفيديو ديالي وماين لإعجابكم والطريقة رأيها سهلة وبسيطة وكل شي كي يقول البستيلة صعيبة وصعيبة وما نقدرش نجدها ولكنها كل شي سهل لا تبعته غير المراحل ندوزوا إن شاء الله المقادر والطريقة ديالي للتحضير أول حاجة غادي نحتاج تقريبا واحد تقريبا كيلو ونص تيجوش كيلو تعال البصلة اللي غادي نقطعوها بشكل مربعات بحال هكا اللي عندو الهاشوار ممكن نقطعها في الهاشوار أنا غادي نقطع معكم بغيرها الطريقة هادي نسلمين ما عندوش الطريقة المعتمدة باش كن كيفاش نقطع البصلة دائما في هذا الشهر المبارك الشهر الفاضي اللي قبل من شعبه اللي هو قبل من رمضان نتمنى نتمنى ان شاء الله نوصله برمضان بصحة وعفية وسلامة وكل متمنيات ما ننسوش في هذا الشهر نكتره من ذكر ومن صيام تهورة فيه أجر وما ننسوش اللي ما صامش يكتر من قراءة القرآن هذا الشهر الفاضي هذا أي حاجة بغينا نديروها نكتره من التغفار باش جينة سهلة ما نبقوش تابعين غير الشهوات والملدات ديال النفس مهم بالنسبة للبصلة هذا القلب البيض رح تنحيده منها كيف كنتشوفه كيف قلت لكم بالنسبة هذا الشهر هادرته خاصنا منعفلوش فيه وما نبقوش غير هادي هادي نشوفوا الحواج اللي غادين اللي غادين تقربوا من الله سبحانه وتعالى بحل قراءة القرآن استغفار الصيام اللي قادر للصيام ما صمش فيه شيء أيامات عنده فيها أجر كتير كيف كنتشوفوه ندرة واحد الكمية اللي عنده تومة بودر ممكن يضيفها دروا ثلاثة الدروسات الخمسة الدروسة ديالتومة كيف كنتشوفوه درت هنا يلقوا زبور المعدنوس مقطعين مفرومين وعندي هنا الكمية ديالجاج عندي ديالجاج فيها جو كيلو ونص حيت منها الفخاد وعودتهم بصدورة حيث كيف كنتعرفو بسطيلة كتبغير الصدر ديالجاج كتر حيت وعودتهم بصدر والتوابن كيف كنتعرفو دائما وعتمادين عن جميع المغاربة نخرقه معارق سكينجبير الليبزار الملحة القرفة قدرت واحد الملعقة ديالسمن من بعد غادي نضيف الزعفران شعراء انسيت ما ضفتوش واللي عنده الدعم ممكن نضيفها أنا غادي وحتي للآخر هنا غادي نمزج دك السمن مع هذه اللقامة وغادي نرقد فيها هاد طريفة ديال الدجاج لهالطريقة هادي وغادي نضيف لهم زيت المائدة وغادي نخليهم تشربوا في هذه اللقامة مزيان اللهم صلي على الحبيب وسلم اللهم صلي على الحبيب وسلم دائما أبدا الله وفقنا ووفقكم فهذا الشهر الفاضل إن شاء الله نحاول من تعبوش نفسنا بالوقفة في الكوزينة كتر من القياس الإنسان حتى توصل واحد الوقت تقريبا تبقى ديك ساعة أو لساعتين والإنسان ينضي الجد اللي كلناها في الكفاية ما شي بالضرور نعمره كروشنا نعمره قلوبنا بالله كتر هنا كيف تشوف وغادي الكمية ذي المائدة وغادي نخلي هاد هاد اللحم هاد يترقد لي في هاد اللقام مزيان انسيت ما قلت لكم ش اللي عندها بسي بي ساوك عقلة ما كانوا عندي متوفرين ما ادرتهم حتى هما يعطوا واحد المائدة قزوين للمريقة ديال البصطيلة هنا من بعد ما ترقدوا لي وضعت ديك البصلا في الطنجرة مع ديك شوية ديال هاد اللقام اللي شاطط ليا غادي نصب بها فوق الخالط يعني فوق هاد صديرة ديال الجاج وغادي نضيف هنا واحد ربيطة ديال القزبور المعدنوس وعويدة ديال القرفة قدرنا القرفة ببودر وضف الداب العويدة ديال القرفة وهاد الربية القزبور المعدنوس وما غادي نضير لمال طنجرة ديال كيف قلت لكم هنا نسيت ما درت الزعف رن شعر والضام ديال البناء حتى غادي طيب وعد غادي نتفكر هم صافي غادي ننصد على ما ندير لمال تشي حاجة لبصلة كتلق الماء وممكن تدير الطريقة العادية اللي كنطيب فيها تقريبا الصفة يعني كنطيب للحام بطريقة هذي تجري حسن ممكن بهذه الوصفة ندير بصيطة صغارين أو قنين طاقة سهلة وبسيطة بالنسبة المبتدئات أما المغربية تبارك الله المغربية تكون هم حادقات وكل هم كيف يوجد بصطيلة على الطرق ديالهم الخاصة هنا من بعد مسدي وطابت سنحل على الكوكوت كيف تشوف اللحيمة اللون والضامة الزعفران حتى هي ديروا منها غير شوية وما ديروا ها كاملة اللي حبيته المغربية المريقرة يجي لديد لديد بزاف ومن بعد نزول الطريفات الحم سنحييضهم ونجعل الوصلاة تختار بزاف اللي كيبغيوا يديروا البصطيلة وكيبغلوا راها صعيبة وكتخذين الوقت ولكن غير بشوية بشوية كل شي كيوجد وراه ساهلة لف العمارة ديالها ولف طلمات ديالها غير شي وحدين تجيهم صعيبة تحاجة ما صعيبة علينا إلا تبعنا المراحل راه كل شي ساهل وكل شي قدر يوجد هنا كيف تشوفوك نحايد ترايف ديال الصدر ديال الدجاج من بعد غادي نزول لهم دا كل عظيمات بالنسبة السكر ثاني ذا يضيف كأس أو زلافة على حسب الحلاو واللي حب هذا البصطيلة اللي ذا قاك تعجبو يقول يا شنو فيها ضيف لها شي لماسات خاصة غادي تشوفوهم من بعد هنا ونضيف العويدة للقرفة بالنسبة اللي بغايت ضيف العسل مكان السانيدة على هاد الضغميرة هذي ممكن يضير العسل مكان السانيدة وبالنسبة اللقامة من بعد ما كان تبدأ الضغمير لنا على هذا الشكل هذا نضيف لها القرفة واحد الكمية على القرفة تقريبا ملعقة كبيرة تلجو الملاعق ونضيف السانيدة على حسب الضغمير السانيدة ممكن تضيف ثلاث ثلاث او ربعة الملاعق للسانيدة على حسب الحلاوة اللي بغيت انا ما كان بغيش نضيف الحلاوة بزيف كله لحسب الرغبة دياله كيف تشوف هنا وضع ثلاث الملاعق كبار ونخلي هذي كلاسوس تشرب حتى تشرب لي مزيان هنا نشعل النار نزيد فيها باش تشرب لي ومن بعد ما تشرب نحضر النار وناخد الكمية البيض انا اخذت هنا 8 البيضات 8 البيضات اللي غا يجمعوا ليا الكمية الباصل اللي عندي ديال المرقة اللي تبقعت ممكن تضيف عشر ممكن تضيف غير 6 مهم لحسب الكيمية اللي عندكم وغادي نخلط هم زيان زيان بالفورشيطة وغادي نضيف ها على للك المرقة بالتدريج بشوية بشوية مشي دفعة واحدة وغا هنا عفوا نضفت واحد الملعقة ديال الزهر كتعطي واحد البن نزوين البسطيلة لمرقة ديالها ولا بغيت تضيف نسمة الزهر ممكن تضيف ها مكان الزهر اللي عندكم تضيف واحد الماء ديال وهنا نفرغ في البيض على المرقة اللي عندي وانا نحرك وهنا زدت في العافية باش ما يبقاش داك الماء غادي تحيد نزيد ه في النار ما نخلوها محضرة وحنا نحرك حتى تجمع البيض مع ديك البصيلة وما يبقاش داك الماء في الطنجرة ديالنا كاللي ما تبغيش يدير البيض في البصيلة يعني بزاف الناس أدواق كاللي كاللي ما كاللي يبغيش لحصر الضوء ديال البيض كاللي ما عندوش معلم ديك زفورة يعني طيب وصد ديك المراق ومن السم كيف كتشوف هنا كنحرك وهي غدا تت نشف غدا تختار أنا ما بغيت ننقص لكم من المقطع باش تشيل المراحل كاملة كما هي كيف كتشوف ها المك غدا يوتي تتحييد ما بقاش وغدا نزيد نصفيها ما زال كاللي كيدر هاد شي لي لقبل لغدا لعدي كمونطي أنا درت ها نفس نخليها ليلة كاملة درت كل في نفس النهار هنا اخذت واحد المصفات ووضعت فيها البيض والبصلة خليتهم يتسقطروا وذلك المميها التي ستسقطر من المرغة يحتاج إلى مغرميها هنا كمين اللوز قريبا كيلو سلقت وستقط وضعت الزيت من خليه حتى يتحمر بزد غريبا لأن اللوز ستسقط 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 حمورية ليلة اللوز كيف نقوم بزد اللوز لأن يتحمر بزد لأن المرغة ستسقط بالمراحل ستسقط بالمراحل هو اللوز الذي ستسقط اللوز نأخذ شبيكة ستسقط الورق في المطبخ لتسقط لتسقط الزيتة و هنا شعرية السمية للرز التي سلقتها في الماء سنضيفها لذلك المريقة التي تسقطت من البصلة والبيض سنخلط فيها وهنا خذت الكهربائي سنبدأ نطحن ذلك اللوز بالتدريج بشوية بشوية وغادي نضيف لي واحد شوية المسكة الحرة ونطحنها مع ذلك اللوز وشوية الساندة هنا ما تصورتش لي الساندة ملعقة القرفة ملعقة الساندة عفوا وغادي نطحن بشوية لذلك اللوز بالقرفة وذلك الملعقة الساندة كبيرة هنا ضفت هاد الكاس ولكن غادي ننقص منه حيث غادي جيني حلوة ننقصها بها الكيمية تقريبا نصف كأس اللي ضفت دير سكر غلاسي هنا كيف تشوفه غادي نحيده حيث غاي غايجيني الخالط حلو حيث قدرت الساندة مع اللوز اضافنا كيف تشوفه غادي نقص واحد الكيمية كيف تشوفه نصف الكمية السكر غلاسي وضفتها على هادك اللوز وغادي نضيف هنا ملعقة ديه الكراميل باشي تجي الحلاوة معتادلة كيف تشوفه غادي ملعقة كافية غتعطيه وحد المدقزوين لهادة الحشوة هادي ديه اللوز كيف تعرفوا الكراميل كيت وتمع اللوز نخلطه جيدا حتى نساجمه جميع العناصر ونضيف ملعقة الزبدة ملعقة كافية لا نكتر ليدا بزاف باش مجيش ميدومة سوف نمزجهم مزيان ونضيف ملعقة الزبدة ونضيف ملعقة كافية محركة اتقار بشكل ملعقة ونفرح بها محركة ملعقة تضع المدى قزوين و الحشوة اللوز و كين اللي يدير طبقه على طبقه أنا ما غاديش ندير طبقه يعني طبقه دجاج طبقه لوز أنا غادي ندير كل شي دققه وحده وزت عليهم هذيك الشعرية الصينية حتى هي طبقه يعني وحده فوق وحده بلا ما ندير ذاك الفرق ديال ورقة البسطيلة لا بغيتوا تديروه ديروه ما شي مشكل ولكن من الأحسن أنا ما تنديروش باش ما يبقى شرطة بالداخل يعني غدا تقرميشة غا تبقى الفوق ديال البسطيلة كل واحد يمونت بطريقة اللي يبغى هنا دجاج فرتته مزيان وحيتمنه دوك العظومة فرتته كامل لها ديال شكل هذا وهذا كلاسوس اللي تبقى ليه غادي نزيد واحد شوية فوق ذاك اللوز منه هنا اخذت واحد صينية كبيرة تقريبا خمسين سنتيم أنا كان علينا ناخد غير ديال ربعين جاتني كبيرة بزاف وغادي ناخد الورقة ديال البسطيلة وغادي نذهنها بالزيت او لزبدة اللي عندكم او لتمزجوهم بجوج ماشي مشكل وغادي نبدأ اللمط في الصينية ديال الفرن بد الشكل هذا ووحدة النصف ديالها على الأخرى وغادي ندير تقريبا خمسة ولا ستة حيث صينية كبيرة عندي غير تابعوا الفيديو الى الاخير نتمنى نكون خفيفة يفعليكم وانا رغم ما معتعدة نطول الفيديوات يعني لك ترتقى ع 12 دقيقة 14 هاد المرة الفيديو شوية طويل كان اعتادر حيث بسطيلة كتبعين التفاصيل وهنا غادي نضيف واحد الوحدة في الواسط واحد الورقة في الواسط ودائما ما ننسوش ندهنوه بالزيت او للزبدة سافيا غادي نوضعها بحل هاكا في الواسط وغادي ندهنها حتى هي ضروري خاصنا نتبعوا جميع المراحل وجميع التفاصيل ديال البسطيلة هادي باش تجي ناجحها معاكم وهنا غادي ندير الطبقة الاولى ديال دكتجاج اللي فرتت حالة الشكل هذا نديره في الجوانب باش ما تكونش عندنا خاوية من الجوانب انا ما درتش على قياس طاوة كاملة كيف كتشوفوا ندير على قياس الورقة اللي عندي في الواسط كيف كتشوفوا وهنا غادي نضيف الحشوة ديال البصلة والبيض كتشوفوا رهناشفة ما بقاش فيها حس المارق الزهر و بالنسبة للمرائقة التي قلت لكم شاطلية ودرت فيها الشعرية الصينية اضفت من نحتها واحد اضفت منها واحد جوج معالق على ذاك اللوز لدرت فيه الكراميل اضفت من السماء كاملة والمادق يجب جدا رائع إذا جربتها لا تشبعوا منها و لا تضيف كيف نقول ميدو موكا تقهم يعني لا يوجد زبدة و هنا نضيف الشعرية الصينية اضفتها كما تريد أن نقطعها تهيجة من السماء المرائقة و نضيفها كاملة على الحشوة اللي عندي اللي بغى يستغنى عليها ممكن يستغنى عليها ما يضيفهاش ولكن هيتها جيزوينة كتعطي للدل هذه البسطيلة صدقوني لو جربتوها بهذه الطريقة وبهذه المقادر ستولي معتمدة عندكم و هنا سنضيف الكمية اللوز خليت منها واحد شوية لتزيين و نضيفها كاملة على الحشوة اللي عندي الجوانيب و في الواسط بعد الشكل هذا اللهم أصلي على الحبيب وسلم دائما أبدا النصر منذ لمده سوى اللوز منذ الجوانيب و الواسط سوف نقوم بخاطئ و سوف ننسى لا نقوم بخاطئ فوق الحشوة سوف نقوم بخاطئ فوق الحشوة لا أريد أن نقطع الفيديو لكي ترى بعض المرات الكواليس الذين يقومون معنا يضيف المرق و شيته و نضيف الزيت و هنا كيف ترى نصيت مادرت الشرق و سوف ننصى لما ينسى ايضا مع الزربيه تبكي و تتلفو لن نعود من جديد نحلها و نضيف الورقه في الواسط نعود للمة الثانية للمة اخرى من جديد هنا سوف نمشي واحد الاسباس سامبل والاسباس بحل ما كابليه بهذه الطريقة كانت زوينة من بعد سوف نبدل نبدل جيدة جيدة بزاف نشكركم بزاف للمتابعة والتعالق التي تجعلوا لي دائماً ونشكركم الذين يدخلوا عندي في الخاص ويقلوا لي فين هاد الغبور تعطلتي عنا بالوصفات غير الظروف كان ولدي مريض الله يشافيه ويعافيه هاد البسطلة اني درتها 4 شهر هاده تقريباً والله كتابت باش تمونطة وتلاحظ الخاطر والو ما كيناش الحمد لله على كل حال والله يشافي كل من هو مريض والله يجعل مغفرة الدنوب والله يحفظ لكم تنتم مولداتكم ودعواتكم بالشفاء ماه يا ربي يا كريم باش يتم الشفاء دياله عاجل غير آجل والله لا يخطيكم اللي كيسول دائماً وكيقول يا فين وصل الولياد وكيبقى والله لا يخطيكم كان شكركم بزاف بزاف وهد العواشر لا يحفظ لكم مولداتكم هنا كيف كتشوفوا قد لكم حتى ساليت طلمات وما بقى والو كان حسب لكم هنا قد لكم درت تستطل وريقات في الآخر غن تفكر باني ما درتش ما درتش الورقة ديال البسطيلة فوق من لوز وغادي نعاود من جديد ندير طلمات أخرى صراحة لا إله إلا الله محمد رسول الله له لا يشطن شي واحد في شي مسلم وله لا يدر شي واحد في ولداته وله لا يدر شي واحد في ولداته وهذا ما نقول هنا فين غادي نتفكر وغادي نرجاع نحل ونعاود من جديد هنا غادي نبدأ لهم طلمات أخرى مختلفة شوية طلمات اللي قدر تقبل تابعوني غادي سهلة وبسيطة تشي حاجة ما صعيبة ممكن تديروا غير ذيك الورقاء بحال ماكو تديروا بليات عشك البابيون تزوقوا فيها من الجوانب على جوج أول على أربعة من الجوانب يعني كي بقى لكم الاختيار تزين اللي حبيته أو تخلوها حقق بحشك المسمنا ولمطة كاملة وتزينوا وتزين من الفوق يعني تختلف الطرق وكل يزين باللي حب والتقديم وذلك الشي راكي بقى لكم الاختيار يعني كل يقدم طبق دياله بذلك الشي اللي كي يبغي ومشيت بحال ومشيت بحال 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 ودروري ما نبقوا ندهنوا بالزبدة باش جاي الزيت وزبدة باش تبقى مقرمشة وكي يجدك اللون دهابي فيها وندفعوا الجوانب باش ما تبقى لنا خاوية كي قلت لكم كان علينا ناخد الصينية ديال الربعين انا اخذت ديال خمسين والكمية راك تبقى دائما على الكمية ديال الحام وديال الدغميرة ودكشي على حسب افراد العائلة اللي غادي ياكلوها ممكن تديرو ججاجات ممكن تديرو حسب الضياف اللي عندكم العائلة ديالكم هاين انا كيف كنتشوفوا ديال الوريدة كنتجي على هاد الشكل سافي وقد ندخلها الفران اللي يكون سخون من قبل ونبقى نقلبها مرة 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 حتى تتحمر ليها من جميع الجوانب وتاخذ الحمورة ديالها من التحت وتاخذ اللون دهابي وتأتي مقرمشة وذلك الساعة نزينو تزين اللي حبينا سوف نراكبها دائما اختياري نضغط الكبريات يقوم بها هنا كيف كنتشوفو نحاول نشوف لكينش بلاصة محلولة ما تبنش محلولة نسدها هنا ثانيا غادي نديروا واحد الخطأ آخر وغا نحط هاد الشيش هنا وغا نعاود نحيده ثانيا غادي نزوله وندخلها حتى تتحمر عاد نحطه حتى تقرب نخرجها عاد ندخله بحال يدهب لي واحد شوية ونخرجه باش يعطي ذلك اللون الذهابي في ذيك الشعرية الصينية وهنا الكاميرا كد زعزعلية ما عنديش سيبورة مقادة مره مره كد زعزعلية الكاميرا هنا من بعد مدرد ذلك العشيش كيف قلت لكم دخلته تتحمر واحد شوية واخد ذلك اللون الذهابي وضعت في ذلك البيضات ديال السمان اللي وضعتهم في البافو وكندور من الجوانب بذلك اللوز اللي احتفظت به ودهنت بسطيلة بالناباج وزيينتها باللوز ايفيلي ودهبة كان زيين بالوريدات الورد غيرت الزيين بحال هكا باش يعطي واحد المنيدر ونسيت ما وضعت البريوات البريوات معمرين باللوز اولى بالكوكا وكنت عنوضعهم في الجوانب هنا ونسيتهم حتى الاخر لحظة عاجبتهم وحطيتهم في الطابق ما درتهم مش هنا يما صورتهم مش معاكم كانت منى هاد الفيديو ديال اليوم ما ينال استحسان ديالكم والريدة ديالكم ولي عجبوا الفيديو ما ينساش بارتاجيه مع الاهل والاحباب باش تعمل فائدة هذا فضلا وليس امرا ولي هلا يخطيكم عليا وبصحة والراحة وهذا هو الطبق النهائي ديال الوسطيلة كتجي على هاد الشكل هذا جات من قرملة وزوينة في الماضاق شكلا ومضاقا كنتمنى تنال اعجابكم وكنقول لكم عواشر مبروكة وبصحة والراحة وبكل المتمنيات يا ربي لكم الولداتكم والله يحفظ لكم ازواجكم وما تنسوا الصلاة والتسليم على خير الانام اللهم صلي على الحبيب والسلم واللهم اديمها نعمة وحفظها يا ربي من الزوال وتسنوني فيديوهات اخرين ان شاء الله سوف نحاول نموط ما امكان الفيديوهات اللي عندي رغير الوقت وهي اللي ما تسمحش وسمحوا لي بزاف للتأخير وهذا واحد طريف اللي قطعت معاكم كيفش كتجي من الداخل ركتجي الماضاق ديال جيد رائع وبصحة والراحة الى فيديو لاحق ان شاء الله واستودعكم الله لذي لا تضيع ودائع